موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم مشاهدي الإخبارية في هذه الحلقة من برنامج مع الحدث ما بين مسجد حوله الحوثيون إلى قاعدة لإطلاق أباهم وصواريخهم الباليستية واستهداف متعمد لأطهر بقاع الأرض ينجلي انحراف معتقد الإنقلابيين وخطرهم على بلاد المسلمين الأداة الحوثية استخدمتها إيران لاستفزاز مشاعر أكثر من مليار ونصف المليار مسلم على وجه المعمورة في عدوان سافر تجاوز المدى وتخطى كافة الخطوط الحمراء لتتوالى ردود الفعل الغاضبة دوليا وإسلاميا والمستنكرة للعمل الإرهابي الحوثي الدني مؤكدة على وقوف العالم العربي والإسلامي أجمع إلى جوار المملكة في حماية المقدسات الإسلامية والذود عن بلاد الحرامين وأرضها الطاهرة إنما بعد استهداف الإرهابيين الحوثيين المباشر ومن ورائهم إيران لمكة المكرمة قبلة المسلمين ليس كما قبله فهو دليل على أن من يقف وراء الميليشيات الحوثية الإرهابية يكيد لانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية وضرب الأمن في البلد الذي جعله الله تعالى آمنا وقد أشعلت محاولة الحوثيين الآثمة باستهداف قبلة المسلمين بصاروخ باليسي موجات غضب وسخط عمت أرجاء المنطقة العربية والدول الإسلامية وأثارت ردود فعل غاضبة وإدانات من الدول الإسلامية وعلماء الدين والسياسة وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي ولا تزال تتصاعد ولم يتأخر الرد فبعد قليل من اعتراض الصاروخ توعدت قوات التحالف الحوثيين مؤكدة أن ما فشل به رأس الأفعى إيران باستهداف المسلمين في الحرم المكي لن ينجح به ذيل الحية الحوثيين وسيتم قطعها لافتة إلى أن استهداف مكة المكرمة يكشف زيف الشعارات التي يرفعونها فيما يهاجمون قبلة المسلمين وكعبتهم باستهداف مكة المكرمة لقد وصل الأمر بالحوثيين الضالين أن يستهدفوا مكة المكرمة وبيت الله الحرام وزواره بصواريخ باليستية فأي دين وأي مذهب يبيح لهم هذا البغي والعدوان أن يحاولون استعادة تاريخ أبرها فخوارج العصر من الحوثيين المدعومين من إيران لا علاقة لهم بالإسلام ولا هم لهم سوى تدمير هذا الدين وشق صف الأمة فجريمة الحوثيين الإرهابية تكشف مدى خطورة المشروع الإيراني الذي يقدم الإنقلابيون أنفسهم قربانا لخدمته ويرتكبون تجاوزات في سبيل تحقيق هذا المشروع الفارسي التوسعي الذي يستهدف الأمة من خلال استهداف بلاد الحرمين وفق ما يخطط له الملالي ونراه ظاهرا جهارا نهارا إلا على من عميت قلوبهم أهلا بكم مجددا عزائي المشاهدين لنقاش في هذه الساعة برنامج مع الحدث وهذه الحلقة الخاصة بمناقشة الجريمة النكراء والعمل الجبال باستهداف قبلة المسلمين وما هو الأفيدة مكة المكرمة ينضم إلينا في الأستوديو المشرف على شبكة الإسلام العاتيق الدكتور عبد العزيز الرئيس دكتور عبد العزيز أهلا بك حياك الله حيا الله الإخوة جميعا أهلا وسهلا أيضا ينضم إلينا من المنام الكاتب الصحفي في جريدة الأيام البحرينية السيد صلاح الجودر أهلا بك سيد صلاح وكذلك ينضم إلينا من القاهرة الدكتور بشير المحلوي من علماء الأزهر والدعوة والأوقاف أهلا بك دكتور بشير أهلا بكم ضيوفي الأكان أبدأ معك حواري دكتور عبد العزيز هذا العمل الجبان أثار مشاعر المسلمين في العالم أجمع كيف لا وهو استهدف قبلتهم وما هو الأفئدة هذا العمل الإجرامي من قبل الحوثيين كشف جليا زيف هذه الجماعة المأجورة وانحراف الفكر لديهم كيف تقرؤون هذا العمل المشيين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد الذي أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يكشفهم وأن يكسرهم بقوة وهو القوي العزيز أمين وأحب أن أبهي أخواني جميعا أن هذا الحدث ليس جديدا لا يخفى الجميع ما أجرته إيران من أذية للحجاج بعد عام 1400 وما بعدها من الثورات وغيرها وتقتيل الحجاج وأذية في الحرم بل لو رجع بنا التاريخ قديما نعم لو وجدت أسلاف هؤلاء كأبي الطاهر القرمطي في السنة السابعة عشر بعد الثلاثمية يعني ثلاثمية و سبع عشر هجري قام بمقتله مجزرة عظيمة في مكة قام في يوم الحج يوم التروية اليوم الثامن وقتل المسلمين والحجاج واستمر في قتلهم إلى أن وصل إلى المسجد الحرام إلى الكعبة أتدرون أنه أخذ الحج الأسود ثم قام على الباب الكعبة وقتل الناس و دفنهم في بئر زمزم ثم قام و يردد أبيات شركية و كفرية فيها تعد عن الله سبحانه وتعالى فهذا ليس شيئا غريبا و كما يقول الشاعر كل العداوات ترجى مودتها إلا عداوات من عداك في الديني فالخلاف عقدي و ديني و صدقني أنهم بما يتزينون به بالذهاب إلى مكة من الحج و غيره أن هذا فقط من باب ذر رماد في العيون و إلا منهم و إلا تاريخهم أسود في أذية حجاج بيت الله الحرام لماذا يا شيخ يعني يظهرون مثل هذه الأعمال الطيبة المباركة على أجسادهم و يتجون لمكة ثم في الخفاء يخططون و يستهدفون صدقني الذي ظهر هذا لا شيء بالنسبة لواقعهم هذه فلتات كما قال عثمان رضي الله عنه ما أسر عبد سريرة إلا أبده الله على صفحات وجه و فلتات إنسانه هذه فلتات و إلا لو رجع الأمر إليهم و لو لقوة المسلمين و ما ترى من حال المسلمين لرأيت أشد من ذلك لو رجعت أيضا للتاريخ الآن مؤسسهم أو من قادتهم ما يسمى بالباشا إسماعيل الصفوي هذا الرجل في القرن التاسع أو العاشر يعني في التسعمية و سبعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني تسعمية و سبعة هجري نعم قام بمقتل عظيمة لأهل السنة في إيران ثم تعاون بعد ذلك مع البرتغال لتقسيم البلاد الإسلامية فهذا الشيء ليس جديدا الأمر دين نابد أن يعرف الجميع أن الأمر دين و أن الخلاف عقدي و إذا كان الخلاف عقديا فهذا أشد ما يكون أذية على المسلمين فهم يقاتلون عقيدة لذا أعجب أنهم يحاولون أعجب أن بعض الناس لا يزال يحسن الظن بهم و هذا والله من الخطأ العظيم و تعجب غاية العجب أن قبل السنيات قام هؤلاء الحوثيون أنفسهم بحصار إخواننا في دماج حاصروهم ثلاثة أشفر و آذوهم أشد الأذية لكن دكتور اسمح لي أن ننتقل لضيفي من المنامة سيد صلاح الجودر سيد صلاح يعني بعد هذا العمل الجبان و المشين اتضح أن هناك أهداف للملالي من زرع جماعة الحوثي في اليمن و التخطيط و الترتيب و استخدام هذه المليشيات الحوثية في اليمن كأدوات تعليقكم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا ما حدث مؤسف أن يتم الاعتداء عن الأماكن المقدسة مشاعر المسلمين عموما اهتزت في هذا الاعتداء السافر لكن لتحليل هذا الموقف الحوثيين هم ذراع أرهابي لإيران في المنطقة وتم زرعهم خلال السنوات الماضية و كما ذكر ضيفك في الاستوديو نعم كان الحوثيين خلال السنوات الماضية يثيرون هذه الفتاة من خلال ما يعرف بالربيع العربي أو الثورات العربية و كلها زيف و بطلان في المنطقة العربية الحوثيين هم جزء من تكوين الحرس الثوري الإيراني كما زرعت إيران داخل العراق حزب الدعوة و الآن الحشد الشعبي الصفوي في العراق كما نشاهد في لبنان حزب الله الإرهابي و دخوله في الأراضي السورية و سفك الدماء الشعب السوري كذلك الحوثيين اليوم زرعهم في هذه المنطقة الحساسة و المهمة هي لإشغال المسلمين عن أداء كل مشاعرهم مناسكم خاصة الحوثيين يعلمون أن مشاعر العالم المسلمين في العالم جميعا مرتبطة بالأماكن المقدسة في مكة و المدينة فلذلك استهدافهم بهذا الصاروخ البلستي هو إثارة لهذه المشاعر ولكن كما ذكر أحد المحللين السياسيين لربما بالأمس تابعته في هذا الطرح أن هذه من خيبة الأسى و خيبة الأمل عند الحوثيين وهي كنزعات من يفارق الحياة الحوثيين شاهدناهم خلال مع الأسى في الشريط شاهدناهم في الفترة الماضية هو الاستعانة ببعض الميليشيات من أفريقيا اعتداهم على الحد الجنوبي بالسعودية إثارة القلاق الداخل اليمن حتى في المناطق المستقرة مثل عدن المناطق اليمنية نجد أن الحوثيين هم أداء في أيدي أداء ويد سافرة للنظام الملالي في إيران إيران مع الأسف الشديد ليست بدولة صديقة وليست بدولة ترفع شعار الإسلام ولكن ليست دولة تحمل مبادئ و قيم الإسلام العظيم وإلا إيران منذ قيامها في سنة 1970 إلى اليوم لم نشاهد نحن دول المنطقة إلا كل أذية ولا ربما البحرين أكبر مثال في المنطقة البحرين مع طرحة دائما تنادي بالحوار مع إيران بطرح الوسائل السلمية بالنقاش في القضايا ولكن نجد أن إيران تحاول ضرب المنطقة والحوثيين هو جزء من المخطط تدمير المنطقة وإشاعة الفاضة وهذا ما نشاهد ولكن هذا الحادث الأخير جعل العالم كله بأسرة والملايين المسلمين اليوم يستنكرون هذا الاعتناء السافر وتعديهم على الأماكن المقدسة فأعتقد أن الأيام القادمة ستكون نهاية الحوثيين بإذن الله تعالى نعم أنتقل لدكتور بشير المحلوي من علامة الأجهر والدعوة للأوقاف دكتور بشير هذا العمل استهدف مكة المكرمة قبلة المسلمين كيف يفهم ذلك وماذا عن استفزاز مشاعر المسلمين في بقاع المعمورة وهل هذا الحدث إذا كانت إيران تريد خلط الأوراق السياسية بالدينية واستفزاز مشاعر المسلمين بهذه الطريقة كيف يفهم هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ألا وسلم ربنا تسليما كثيرا تحياتي لحضرتك وضيفك في الاستوديو وضيفك عبر الأقمار الصناعية مع أني لم أستمع إلى مداخلته جيدا لكن أقول أن استهداف الميليشيات الحوثية لقبلة المسلمين هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء أنا لا أستطيع أن أقول أنه خط أحمر إنما هم قد تجاوزوا كل الخطوط الحمراء ويجب على كل مسلم على كل رجل شاب صغير كبير امرأة على الساس على الاقتصاديين على علماء الاجتماع على علماء الدين على الحكومات المسلمة في جميع أنحاء الأرض أن يهبوا هبت رجل واحد لنجدة البيت الحرام لا كرامة للمسلمين إذا انتهكت حرمة البيت الحرام لا مكانة للمسلمين إذا انتهكت قبلتهم ليس للمسلمين شأن لا في الكون ولا في الأمم المتحدة ولا في دول العالم ولا حتى في كيان المسلمين في ذات أنفسهم إذا تم استهداف البيت الحرام وأنا أعتقد أن الحسيين يقوموا بما يسمى عملية جس النبض ومن خلفهم إيران إذا كان رد الفعل المسلم والعالم الإسلامي على سبيل أفراد المتبعات ومؤسسات أو يجسون النبض بهذه الطريقة رد باهت وضعيف سيقومون بما هو أكبر وبما هو أشد مثل هذه الأشياء باستهداف لا بصاروخ واحد ولا بصاروخين بل ربما بأكثر من ذلك حمى الله مكة وحمى الله البيت الحرام وأنا أبشر المسلمين في كل أنحاء الأرض مع أننا في قمة الحزن وفي قمة الغليان على ما قام به الحوثيون من استهداف مكة المكرمة سلمها الله ونجاها سبحانه وتعالى لكني أبشر المسلمين في كل أنحاء الأرض أن ما قام به الحوثيون وما قامت به إيران داعمة للحوثيين في هذا الأمر هو أول مسمار في نعشهم هو أول مسمار ليقض مقاضيع مضاجعهم لأنهم حينها يوقن المتردد أنهم ليسوا على الحق حينها يوقن الإنسان الذي لا يعي القضية ولا يعي المسألة أن المسلمين من أهل السنة في يقوفهم مع اليمنيين في استرداد كرامة الشعب اليمني وقيام الحكومة المملكة العربية السعودية بالدفاع عن الشرعية في اليمن إنما هو حق وأنهم على حق وليسوا على باطل وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى يجب علينا أن نربي أبناءنا وأن ننفخ فيهم وأن نبس فيهم على حرمة البيت الحرام الذي قال الله سبحانه وتعالى في حقه أولم نمكن لهم حرما آمنا الله سبحانه وتعالى توعد من أراد البيت الحرام بأي مجرد التفكير في إزاء مكة المكرمة أو في إزاء البيت الحرام الله سبحانه وتعالى يزق صاحبه عذاب أليم يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لو أن رجلا من أبيا أبيا هذه بنت في اليمن لو أن رجلا من أبيا أراد البيت الحرام بسوء ولم يصل إليه لأزاقه الله العذاب الأليم مجرد أنه استهدف أو أراد البيت الحرام بسوء ما كان ربنا سبحانه وتعالى جعله حرمة للمصلين والطائفين والقائمين والركع السجود والمسبحين والتالين ما كان جعله الله حرما آمنا كيف يتعدى عليه ما هذه الجرأة التي بلغوا إليها ما هذا الإجرام العالمي الذي بلغوا فيه إنهم لم يتحدى مواسيق الأمم المتحدة إنما تحدى مواسيق الإسلام التي حرمت المساز بدور العبادة حينما تريد أن ترى دور العبادة لغير المسلمين لن تراها موجودة من فجر التاريخ إلا في الدول العربية والدول المسلمة لأن الإسلام لم يحافظ على مكان العبادة للمسلمين وحدهم إنما حافظ على أماكن العبادة لغير المسلمين فكيف بالبيت الحرام الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا أقول للمسلمين المليار مسلم ونصف مليار مسلم في أنحاء الأرض وأقول لحكومات المسلمين هبوا للبيت الحرام قفوا بجوار إخوانكم من حكومة المملكة العربية السعودية حفظها الله وحفظ ملكها قفوا بجوارهم ادعموهم بكلماتكم ادعموهم بكل ما تستطيعون فهم على الحق بإذن الله سبحانه وتعالى نعم دكتور بشير المحلاوي من القاهرة من علامة لازهر الدعوة والأوقاف شكرا جزيلا لك لمشاركتنا في هذه الحلقة أعود لك دكتور عبد العزيز هذه الجريمة ألا تدل على انحراف معتقد الحوثيين وعدم تعظيمهم لحرومات الله والأماكن المقدسة وخطرهم أيضا على بلاد المسلمين لا شك لا شك هذا أمر قلت لك وأؤكد أن الانحراف العقدي ليس جديدا وهذه الفعال الشنيعة أيضا ليست جديدة فعلها أبو الطاهر القرمطي فيما تقدم وفعلها أشنع بها بالمسلمين اسماعيل الصفوي وهو إمام الصفوية وفعلها الإيرانيون في حرم الله فيما نعيش من هذه الأزمان فعلوا أذيئة قتلوا أذؤادوا المسلمين بل تسببوا في أفعال شنيعة وقتلوا كثير من المسلمين في حرم الله في نفق المعيص وغير مما عشناه وأدركنا نتذكر أحداث 1406 و 1407 فهذا الشيء ليس جديدا لك الذي همني أن يعرف ما يلي الأمر الأول أن الخلاف عقدي إذن لا يصح أن ينشأ من بيننا من يظن أن الخلاف سياسي فعلى هذا تارة يثني عليهم ويتقارب معهم و تارة يعاديهم صحيح الجهات السياسية لها تعاملها السياسي لك أنا أعني الجهات الدينية ينبغي أن يكون موقف الجهات الدينية واحدا لا ينبغي أن نكون متعاطفين مع هؤلاء في وقت نرى فيه أن التعاطف ينفع أو يضر مبدع عقدي و ديني الخلاف ليس فيه أشهد أن لا إليه الله نحن أيها المسلمون أجمعون من من يتمسكون بكتاب الله و سنة النبي صلى الله عليه و سلم على ما عليه سلف هذه الأمة نعتقد أن صرف العبادة الغير الله شرك و أن الذي يخلق و يرزق و يتصرف في الكون هو الله وعده هم يقولون أن الذي يتصرف في الكون هو إمتنا و فيما قدمهم الخليفة الراشد علي ببي طائب رضي الله عنه مرة ذكروا قصة ثم قالوا أما إمتنا يعلمون ما كان لاحظ ما كان و ما سيكون و لو كان كيف سيكون هذا شرك في توحيد ربوبية أما توحيد إلهي فكلامهم كثير للغاية في صرف العبادات لغير الله ترى سجودهم لأضرحتهم و التقرب لهم إلى غير ذلك و كل هذا شرك أكبر إذا أؤكد لك و الإخواني جميعا أن الخلافة عقدي في أصل الدين في كلمة التوحيد لا إلهي الله محمد رسول الله فوق هذا دكتور يريدون بث سموم الطائفية في الجزيرة العربية أنه والله حق و الدليل نعم انظر لبلاد المسلمين كالدولة السعودية أسأل الله نعزه بالتوحيد و مسلم و سنة جميع دول المسلمين يوجد عندنا من يخالفون عقديا و هم يعملون مثلنا في الوظائف و غيره و لم يضيق عليهم لكن انظر لبلاد إيران ماذا يفعلون بأهل السنة بل تدري ماذا يفعلون بالعرب حتى و لو كانوا على عقيدتهم يفعلون بهم الشنائع فهم عنصريون و ناس أهل أذية لمن يخالفهم في عنصرهم و عقيدتهم حتى و من هم يدكتور في عقيدتهم ماتوا فقرا و جوعا و بطالة و ما إذا ذلك صحيح أعود لي ضيفي سيد صلاح الجودة سيد صلاح يعني بعد هذا العمل الإجرامي ما المطلوب لتخليص اليمن من هذه الشردمة الباغية الضالة و ردع من يقف معها و يسلحها و يدافع عنها أعتقد أن يجب وضع الحج بالحج يعني الشعب اليمني شعب بسيط و شعب عروبي و شعب إيمان فلذلك الشعب اليمني يحتاج اليوم إلى بثر مجموعة من الرسائل و كشف زيف الادعاء الحوثي في المرحلة القادمة الحوثي واضح أنه يستند على الملال داخل إيران أسلحة من هناك صواريخ من هناك كل العمال التي يقوم فيها هي منافية للإسلام و منافية لكل الشراعي السماوية نحن ليس خلاف كما ذكر الضيف الكريم الدكتور ليس هناك خلاف بين السنة و الشيعة و هما في المكون العروبي في المنطقة و دول الخليج في هذه المكونات ولكن مع الأسف الشديد أن إيران تبث هذه السموم الطائفية من أجل فرز المجتمعات العربية سواء في دول الخليج أو حتى الدول الأخرى و هي تقوم من مشروع الإيراني يقوم على تصديق الثورة من خلال تحريك مسألتين رئيستين المسألة الأولى هي تحريك الشعور الطائفي والانتماء الطائفي والأمر الثاني هو الشعور الشعوبي وهو الفكر الإيراني يقام على فكر شعوبي وهو كراهية العرب و كراهية العنصر العربي في أي مكان كان فلذلك إيران لن تقف مع الحوثيين لكن هي تستخدمهم كأدات كأدات للأضرار بالمنطقة للأضرار بالمجتمع اليمني للأضرار بالمملكة العالمي السعوية للأضرار بدول الخليج عموما من المشروع الإيراني اليوم مكشوف لكل دول العالم ولكن نحتاج اليوم أن تكون هناك رسائل مباشرة إلى الأخوة اليمنيين في صنعاب بشكل خاص وخاصة المجتمع اليمني مجتمع قائم على القبلية كلها قبائل عربية فلذلك ليس هناك ارتباط لا من قريب ولا من بعيد مع الفكر الشعوبي الذي يقوم عليه النظام الملالي داخل إيران أنا أعتقد أن هذه الرسالة يجب أن توجه ونعلم أن هناك علماء هناك مفكرين هناك مثقفين في المجتمع اليمني هم من بيدهم اليوم تقرير المصير هم من يدفعون عن اليمن ما يتعرض لوقوف دول الخليج ومقدمتهم المملكة العربية السعودية هي لمناصرات الشعب اليمني والوقوف مع الشرعية اليمنية لإخراجها من وطأة المشروع الإيراني في المنطقة وهو تصليل الثورة الإيرانية نعم اسمح لي أن أرحب بضيفي من عمان محرر الشؤون السياسية في جلدة العرب اليوم السيد سامي محاسن السيد سامي أهلا بك سؤالي إلى ماذا يهدف الحوثيون وإيران من وراء استفزاز المسلمين ومشاعرهم باستهداف المقدسات هذه المقدسات خصوص المسلمين عامة ليس المملكة فقط بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا لكم أعتقد بأن من يقوم بمثل هذا الفعل حتى أكثر أعداء الأمة العربية والإسلامية وهي إسرائيل والصهاينة لم يجرؤوا على توجيه أي نظرة إيذاء لقبلة المسلمين مكة المكرمة فما بالك بمن يدعي بأنه حامل لفكر الثورة الإسلامية وأنا أضع الإسلامية بين مزدوجين لأنه لا يمكن أن يكون هناك حديث عن ثورة إسلامية ويتم توجيه السلاح وتوجيه الرصاص وتوجيه الصواريخ إلى مكة المكرمة قبلة المسلمين أنا أعتقد بأن ما يجري هو تعتقد بأن إيران والحوثيين يريد أن يوصلوا رسالة بأن مكة للأسف في مرمى نيران لو تحدثنا بأن أي مدينة عربية وإسلامية في مرمى نيران أي عدو لقلنا بأن هذه هي يعني مبادئ الحروب أو أن هذا هي سنن الحروب والصراعات ولكن أن تكون قبلة الصراعات هي مكة المكرمة فأنا أعتقد بأنهم يسعون من أجل توسيع حدة الصراع وتوسيع رقعة الصراع الصراع الآن لم يعد بين قوات التحالف العربي والحوثيين وإيران بل أصبح الآن كل عربي ومسلم معني بهذا الصراع لأنه لا يمكن حتى لو كان ألمانيا حتى لو كان ليس منضويا بأي سياق إسلامي أعتقد بأنه لا يمكن أن يقبل بأن يتم التعريض بمكة المكرمة للإذاء والقصف لذلك أعتقد بأن ما جرى هو محاولة بائسة ويائسة من قبل الإيرانيين والحوثيين وهم ذراعهم للأسف في المنطقة من أجل توجيه رسائل في غير محلها وكل أمل بأن تكون هذه الرسائل يكون لها أثر عكسي على زيادة حدة الموقف العربي والإسلامي من إيران ومن سطوتها وسلطتها ومحاولة تقوية نفوذها في المنطقة مع ما قلت سيد سامي محاسنة هو محاولة يائسة وبائسة لكن أيضا تجاوز خطير أعزائي المشاهدين أكد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبر العلماء شيخ عبد العزيز للشيخ أن إطلاق الصاروخ من قبل الحوثين المخلوع الماك المقدسة في مكة المكرمة هو عمل إرهابي خبيث ينبئ عن نفاق وضلال وأن الله سيحمي بيته وسيرد كيد الحوثيين وأعوانهم في نحورهم قال جل وعلا وما يريد فيه بالحادي بظلم نذيقه من عدم أليم فتعظيم هذا البيت من تجائر الله ذلك وما يعتبر شائر الله فإننا من القلوب فنحن مسجمي عن السنكر على الفعل السيء ونقول فعل قبيح سيء ومنطلق خبيث ينبي عن نفاق وكفر وضلال لهؤلاء القاصدين البيت الحرام وسيرد تركزوا في نحورهم وستعودوا إلى دارس وعليم إن شاء الله لأنه فعلوا فعلا ما عرف أحد مثله بعد أبره الحبشي والقرام يطلق على أنهم الله هذا الفعل ينسنكروا كل مسلم ويبغضوا كل مسلم ويعلم مسلم أنهؤلاء أعداء لهذا الدين فأعداء هذه الدولة هم أعداء هذا الدين لأنهؤلاء أن هذه الدولة مباركة تحكم شريعة الله وذلك الحجيجة في كل عام بكل ممكانياتها ويرجع الحجيجة المطلنين المطلنين وليس يصر الحجيجة إلى جهاتهم من نجفي وكربن وغير ذلك ولكن هذه الفكرة السيئة سبوه بخسارة وليق وليق إذا ضابي أمسلم أهلا بكم أعزائي المشاهد مجددا ورحب بضيوفي جميعا أعود لسيد سامي محاسن سيد سامي كنا نتحدث عن المحاولات الخطيرة التي تعد تجاوزا خطيرا في حق المسلمين كافة ليس المملكة فقط لكن أيضا ألا يعد هذا العمل هو تجاوزا خطير لقواعد الحرب ولعبة الحرب التي تديرها إيران بالوكالة في اليمن عبر الحوثيين سيد سامي تسمعني إذا نعود للسيد سامي بعد اللحظات أعود لضيفي دكتور عبد العزيز دكتور عبد العزيز ما حدث ألا يستدعي وقفة جادة لوقف هذا المد البقيت وأيضا الذي يريد من أهداف تمزيق الأمة لا شك أنا أريد قبل هذا أن أذكر بحديث أن أخرجه البخاري ومسلم من حيث بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم هذا البلد أي مكة يوم خلق السماوات الأرض تصور نعم يوم خلق السماوات الأرض قال وحرمتها باقية إلى قيام الساعة فحرمها الله من خلق السماوات الأرض إلى قيام الساعة ومع ذلك لم يبالي هؤلاء الصفويون ولا الحوثيون وفعلوا فعلتهم الشنيع فهذا أمر شنيع للغاية وبيدي ب هذه المناسبة أن أرسل رسائل الرسائل الأولى لإخواننا اليمنين أسأل الله أن يوفقهم وأن يجمع شملهم وأن يعم بلادهم بالأمن والإيمان إنه الرحمن الرحيم أظن أن الأمر صار ظاهر أن الأمر صار ظاهرا للغاية بما فعله هؤلاء الحوثيون بما فعله هؤلاء الحوثيون برساة هذا الصاروخ فالمفترض أن إخواننا تزداد لحمتهم وتكون كلمتهم واحدة تحت قيادتهم موجودة ومع التحالف ضد هؤلاء الحوثيين الذين يخالفون في عقيدتهم بل ولا يحترمون حتى هذه المقدسات وإني لأوصيهم أن يستغلوا تراثا عظيما وتركة كبيرة خلف لهم شيخ وعالم كبير يمني وهو الشيخ مقبل وادة رحمه الله تعالى فقد خلف لهم تركة عظيمة وعلماء وطلاب علم فأوصي إخواني اليمنيين أن يرتفوا حول العلماء الموثوقين وأن تكون كلمتهم واحدة تجاه هذا المد الصفوي هذه الرسالة الأولى الرسالة الثانية أوجهها لإخوان المسلمين في بلاد العالم الإسلامي كله وغير العالم الإسلامي كله لا بد أن يوقنوا أن الخلاف مع هؤلاء الصفويين خلاف عقدي فإذا كل من يريد أن يخالف في ذلك أو يتقارب مع هؤلاء الصفويين ينبغي أن تكون وقفتنا واحدة معه ومع الذين يدعو للتقريب معهم أتدري لماذا؟ ظهور ضلال الصفويين عقديا هذا جلي عند كثير من المسلمين لكن الاغتراب بمن يدعو للتقريب معهم خاصة إذا خرج باسم الدعوة والخير يغتر به أكثر من غيره ينبغي أن نضع ضابطا وميزانا وحدا وفاصلا أن كل من يدعو للتقريب مع هؤلاء القوم تقريبا دينيا ينبغي أن تكون وقفتنا تجاهه وقفة سلبية وأن نقابل ذلك بالردع أما الرسالة الثالثة وجهة لإخواننا السعوديين لأنها وسبب التوجيه للسعودية خاصة أن السعودية مستهدفة وكما ترى هذا الصرخ وهي حامية الحرمين بعد حم الله سبحانه وتعالى وتقوم بما تقوم به من التوحيد والسنة وهي قد رفعت راية التوحيد والسنة وعلمها لا إله إلا محمد رسول الله صدقوني أن الخصوم من الإيرانيين والصفويين وأعوانهم يسعون السعي الحديث لتفريق هذا الصف تشديده قبل يومين أعلنوا في الهاشتاغ أعلن بعض العملاء لإيران أطلقوا هاشتاغ يدعون الناس إلى يوم الأحد اليوم أن يكون يوم عدم عمل وإضراب احتجاجا على ما حصل من تقشف وغير ذلك وندعو إخواني السعوديين أن يكون أكبر من هذا وأن يعرفوا أن دولتنا كريمة وهم كذلك هم أكبر أنا سأشير لهذا بدليل أن لما حصل قبل الحمد لله من ساعة الأم و أسعى لهم فلما ضاق ضيق إلى حد والحمد لله نحن خير من غيرنا و الذي يفرحني للغاية أن هذا الهاشتاغ صار إيجابيا و يا ليت أن صاحبه يعيد إطلاقه ما بين حين و آخر أتدري كيف أكثر الذين كتبوا فيه قاموا موقفا قويا ضد دعاة الباطل والتفريق في بلدنا و صارت كلمتهم واحدة و صارت سببا لإخراج محاسن هذا البلد هذا يدلك أن أهل هذا البلد الطيب يدنوا على يد واحدة مع علمائهم و ولاتهم لكن مع ذلك الإحتياط و الحذر لا بد منه نعم نعم أعود لي ضيفي من عمان سيد سامي محاسنة كنت طلعت سؤالا قبل قليل لكن يبدو لم تكن تسمعني يقول ما حدث هو تجاوز خطير لكن هذا التجاوز في قواعد لعبة الحرب الذي تديره إيران بالوكالة من خلال الحوثين في اليمن ماذا تريد طهران من خلال هذه الأهداف؟ يعني أعتقد بأن الرسالة التي تريدها إيران من المنطقة هي توسيع رقعة نفوذها و مساحتها و مساحة حركتها في المنطقة نرى بأنها تتحرك على كامل المساحة العراقية و ذهبت إلى شمال العراق إلى الموصل ذهبت إلى الأنبار من أجل بسط نفوذ كامل على الأرض العراقية ليس فقط المناطق التواجد الشيعي وأيضا تريد أن يكون لها بسط نفوذ أكبر في المنطقة ذهبت إلى الخاسرة الجنوبية من السعودية و من الخليج العربي وهي اليمن وأرادت أن تحدث شرخا ولكن كانت قوات التحالف العربي لها في المرصاد لذلك أعتقد بأنه لا بد من الانتباه إلى ما تريد إيران وأطمعها التاريخية والتوسعية وأنا قرأت قبل فترة بأن حسن روحاني هذا الرجل الذي يظهر بأنه رجل مسالم ويريد السلام والمحبة بأنه يتحدث عن حدود الإمبراطورية الفارسية التي وصلت إلى إفريقيا الوسطى وهذا يعني بأن يأكل الوطن العربي كاملا لذلك أعتقد بأنه يجب أن نكون له بالمرصاد في مثل هذه الأفكار التوسعية الأفكار الإحلالية والاحتلالية الأفكار التي تريد أن تحاول إلغاء الآخر تحاول أن تلغي الحضور العربي والإسلامي من الخانطة لحساب النفوذ الصفوي وليس النفوذ الإسلامي الشيعي لأنه إخواننا الشيعهم أنا أعتقد أنهم يربعوا عن مثل تبني هذه الأفكار لأن هناك الكثير من الشيع العرب الذين يرفضون هذه الأفكار نعم سيد صلاح في دقيقة أو أقل هل أصبح الحوثيون وهم صغار عقول لكن هل أصبحوا بهذه اللامجية بأن إيران تعطيهم صواريخ ويجربونها على أرض الحرمين سيد صلاح هل تسمعني إذن ضيفي من المنام سيد صلاح الجودر شكرا جزيلا لك ونعتذر أيضا لهذا الخلل الفني ضيفي من عمال السيد سامي محاسنة محرر راشعون السياسية في جريدة العرب اليوم شكرا جزيلا لك الشكرا تقدير لضيفة دكتور عبدالعزيز رئيس المشرف على شبكة الإسلام العتيق شكرا دكتور عبدالعزيز شكرا لكم أنتم عزيزي المشاهدين المملكة العربية السعودية بمقدساتها ستبقى بإذن الله معتزة بعقيدتها ودينها وشعبها وقيادتها وكل شعوب العالم الإسلامي ستقف ضد من يريد الحرمين الشريفين بأي فتنة أو بأي أدن إلى أن تقوم الساعة شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة